تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي مدبولي يؤكد أهمية توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ورفع المعاناة عن المرضى وذويهم مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي بعد ساعات من أداء الحكومة الجديدة اليمينة الدستورية بكين تحذر واشنطن من زيارة بيلوسي المحتملة لتايوان وتتهب عسكريا وروسيا تعلن التضامن مع الصين الثلاثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش ناشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين ورفع المعاناة عن المرضى وذويهم وتوفير كل سبل الدعم الممكن لهم تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاسات بمجلس الوزراء خلال شهر يوليو الماضي وجاء في التقرير أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 476 حالة شملت صدور 152 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا فضلا عن إجراء 114 عملية جراحية وإصدار 19 قرار خاص بإجراء عمليات زراعة النخاء كما تم توفير الأدوية لـ 25 استغاثة مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعوضية لـ 35 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أهمية التركيز على القيام بخطوات أسرع في مجال مواجهة تغير المناخ وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الصدد من خلال مشروعات ملموسة أشار وزير الخارجية خلال كلمتي أمام مائدة مستديرة بعنوان المنتدى الإقليمي الأفريقي حول مبادرات المناخ إلى تحديات الدولية الجارية والتي تتطلب تحركا جماعيا يدعم الأجندة الدولية في مجال تغير المناخ وتعد المائدة المستديرة التي نظمتها الرئاسة المصرية للمؤتمر واحدة من خمس موائد إقليمية تحضيرية في هذا الإطار وتمت بتنصيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في أديسا بابا وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول لا تعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اتفق الطرفاني خلال هذا البروتوكول على تعاون المشترك للاستعانة بخبراء المركز للمساهمة في برامج رفع القدرات فيما يخص القضايا التنموية والاقتصادية وبشأن مشاركتهم في تقديم محاضرات لمتدربي وخريجي الأكاديمية ومساهمة الأكاديمية في تطوير العنصر البشرية والاستشارات اللازمة للمركز والعديد من أوجه التعاون المصري نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة يسعد فريق النصور السوداء الكورية الجنوبية وفريق النجوم الفضية وطائرات الهيل جزال المصرية لتنفيذ العرض الجوية بيراميدز إيرشو 2022 فوق صفح الأهرامات غدا العرض الجوية بيراميدز إيرشو 2022 عرض جوية فوق صفح الأهرامات بمشاركة فريق النصور السوداء الكوري الجنوبية مع فريق النجوم الفضية المصرية وفريق طائرات الهيل جازل المصرية ينفذ في الثالث من أغسطس 2022 العرض الجوية بيراميدز إيرشو 2022 علاقات وطيضة بين مصر وكوريا الجنوبية وصلت وزارة داخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبطات 92 طن مواد غذائية خلال 24 ساعة وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 20 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي تم ضبط 71 طن أما في مجالي قضايا المخابز فتم ضبط 712 قضية من بينها 195 قضية خبز ناقص الوزن و177 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح فتم ضبط 20 قضية بمضبطات بلغت 117 طن أقمح أعلنت وكلة الأنباء الكويتية صدور مرسوم أمري بحل مجلس الأمة وقال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قال إن قرار حل البرلمان جاء تصحيحا للمشهد السياسي بما فيه من عدم توافق وتعاون وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية مشيران إلى وجوب اللجوء إلى الشعب بأعدة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا كانت الحكومة الكويتية الجديدة قد أدت اليمين بقصر بيان أمام ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قال ولي عهد الكويت إن الحكومة الجديدة أمام مسؤوليات كبيرة وأمان عظيمة تحملها تجاه الوطن والمواطنين لسيما في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب مضاعفة الجهود لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد مشددا على ضرورة العمل على حل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية رفض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر التشكيك بنتائج الاستفتاء الأخير معلنا عن تلقي ثلاثة طعون شكلية وأوضح كذلك خلال مؤتمر صحفي أن هذه الطعون لم تتعلق بنتائج التصويت ولن تؤثر على نتائج نهائية للاستفتاء التي من المزمع أن يعلن عنه خلال أيام وأضف أن عددا من أحزاب المعارضة أرادت التشكيك في نتائج الاستفتاء لافتا إلى أن المحكمة الإدارية لن تستطيع بعض النظر في الطعون الحكم بإلغاء الاستفتاء لأن الطعون شكلية مؤكدا أن النتائج التي تم الإعلان عنها مسبقا سليمة وصحيحة أعلن رئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون تأييده لدعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للأطراف العراقية للحوار والتشاور أعرب ماكرون في تغريدة له عبر تويتر عن قلقه بشأن الوضع في العراق مشددا على ضرورة أن يسود الهدوء وضبط النفس أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تأييده مبادرة رئيس الوزراء مصطفى القاظمي بشأن الأحداث في البلاد وشدد الحلبوسي في تغريدة على تويتر على أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار مؤكدا على المضي بخطوات عملية لحل الأزمة الراهنة وصولا لانتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محددة وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى العاصمة الماليزية كوالا لنبور وذلك في ثاني محطة لها من جولتها الأسيوية من المقرر أن تعقد رئيسة مجلس النواب الأمريكي خلال هذه الزيارة اجتماعات مع كل رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الماليزيين وكانت بيلوسي قد أوضحت أن جولتها الأسيوية تهدف إلى بحث سبل تعزيز المبادئ والمصالح المشتركة بالإضافة لعدة قضايا مثل السلام والأمن والنمو الاقتصادية والتجارة حضرت الخارجيات الصينية من أن الولايات المتحدة ستدفع السامنة في حال زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان وأوضحت الخارجيات الصينية أن واشنطن ستتحمل المسئولية وستدفع السامنة في حال المساس بمصالح بيكين الأمنية السيادية أعلنت الصين حضر دخول أي سفن أثناء تدريبات عسكرية تجريها في منطقة بحر الصين الجنوبي تجرى هذه التدريبات خلال الفترة من الثاني حتى السادس من الشهر الجاري يأتي قرار الحظر قبل الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان كما نشرت البحرية الأمريكية أربع صفن حربية بينها حاملة طائرات في المياه الشرقي جزيرة تايوان ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالبحرية الأمريكية قوله إن عمليات انتشار السفن اعتيادية مشددا على قدرة البحرية الأمريكية على التعامل مع أي احتمال أضاف المسؤول الأمريكي أن حاملة الطائرات رونالد ريجن عبرت بحر الصين الجنوبي أعلنت وزارة دفاع تايواني أنها واثقة في أن بإمكانها حماية البلاد من تهديدات الصين المتزايدة على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان أشارت وزارة الدفاع التايواني في بيان لها إلى أنها تعد بعناية مخططات عدة وستنشر القوات المناسبة للرد على التهديدات التي تشكلها الصين كما حضر الكريم للولايات المتحدة من أن زيارة المتوقع لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ستضعها في مسار تصدمي مع الصين وتثير توترات في المنطقة وقال المتحدث باسم الكريم لين ديمتري بيسكوف أنه لا يمكن القول بشكل قاطع الآن ما إذا كانت نانسي بيلوسي ستصل إلى تايوان أم لا مضيفا أن كل ما يتعلق بهذه الجولة والزيارة المحتملة لتايوان أمر استفزازية أعلنت الصين حضر الواردات من 35 شركة أغذية تايوانية في تحذير للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي قبل زيارة محتملة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ذكرت وكالة الأنباء المركزية تايوانية الرسمية أن من بين 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة المواد الغذائية تم إدراج 2066 شركة في لائحة تعليق الاستيراد مضيفة أنه من بين 107 شركات في فئة البسكويت والمعجنات والخبز تم إدراج 35 شركة ضمن تعليق الاستيراد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود كييف بذخائر مدفعية وأنظمة صاروخية متنوعة في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 550 مليون دولار وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كاربي إنه سيتم إمداد أوكرانيا بذخائر إضافية لراجمات السواريخ المتطورة هيمارس بالإضافة إلى قذائف الأنظمة المدفعية التي تم نقلها بالفعل إلى أوكرانيا أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تواصل إرسال أحدث أنواع الأسلحة إلى أوكرانيا شدد شولتس على أن بعض الأسلحة التي تقدم إلى كييف حديثة للغاية ولم يتم استخدامها بعد في الجيش الألماني مضيفا أن ألمانيا انتقلت لتسليح أوكرانيا لأنظمة سلاح أكثر تعقيدا وتكلفة مثل مدافع هاوتزر وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وأنظمة مضادة للطائرات وأشار شولتس إلى أن بعض هذه الأنظمة تم إنتابها بكميات صغيرة نفت روسيا بشكل قاطع اتهامات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للجيش الروسي بجعل محطة زابوروجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا قاعدة عسكرية وقال الوفد الروسي المشارك في مؤتمر دول معهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قال إن موسكو ترفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلة وأوضح الوفد أنه لا توجد قوات عسكرية في محطة زابوروجيا إنما هناك عدد محدود من العسكريين لضمان سلامة المحطة إلى ذلك حضر وزير البنية التحتية الأوكرانية من أن صادرات بلاده من الحبوب قد تحتاج شهورا حتى تصل إلى مستويات ما قبل نشوب الأزمة مع روسيا أوضح أيضا أن عددا قليلا فقط من السفن سيغادر منطقة أوديسا الأوكرانية وذلك في الأسبوعين المقبلين وأن الأمر سيستغرق شهورا قبل عودة مستويات الصادرات إلى سابق عهدها ومن ثم معالجة أزمة الغذاء العالمية توقع مسؤولون بمركز التنصيق المعني بمراقبة اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية مغادرة سفينة حبوب واحدة يوميا من الموانئ الأوكرانية تنفيذا للاتفاق يأتي ذلك عقب مغادرة السفينة الأولى التي تحمل 26 ألف طن من نظرة الموانئ الأوكرانية في طريقها للبنان وسط ترحيب روسي وأوكراني ودولي وسط ترحيب عالمي استأنفت أوكرانيا تصدير الحبوب للمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية الروسية مع إبحار أول سفينة من ميناء أوديسا في مواجهة أزمة الغذاء العالمية الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش رحب بمغادرة السفينة معربا عن أمله في أن يحقق استئناف الصادرات لاستقرار والمساعدات الضرورية للأمن الغذائي العالمية للتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطية رحب أيضا بإبحار سفينة الحبوب الأوكرانية دعينا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق استئناف تصدير الحبوب والذي ترعاه الأمم المتحدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي بدوره اعتبر الأمر مبكرا جدا كما أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات أو التنبؤ بأحداث أخرى تخص مبادرة تصدير الحبوب مشيرا إلى أن 16 سفينة محملة بالحبوب تنتظر دورها لمغادرة المواني الأوكرانية في محاولة لوقف أزمة الغذاء العالمية موسكو من جانبها اعتبرت إبحار أول سفينة أمرا إيجابيا جدا وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إنها فرصة جيدة لاختبار فعالية الآليات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأوكراني في المقابل وقعت موسكو اتفاقية مماثلة تضمن تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة على الرغم من العقوبات الغربية ومن المتوقع أن تساعد هتان الاتفاقيتان في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي أسهم فيها ارتفاع الأسعار في بعض دول العالم بسبب تعطيل أنشطة المواني الأوكرانية أفدت مفاوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد الفارين عبر المعبر الحدودية من أوكرانيا تجاوز عشرة ملايين لاجئ للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من جهتها ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا وصل إلى خمسة ملايين ومائة وواحد ألف لاجئ وذلك منذ فبراير الماضي وأوضحت الوكالة أن البلاد استقبلت ثلاثة وعشرين ألفا وستمائة وافد من أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما عاد سبعة وعشرين ألفا وثلاثمائة أوكرانية إلى بلادهم أعلنت إدارة الإحصاء الوطني في كوريا الجنوبية ارتفع معدل التضخم في البلاد خلال يوليو الماضي بنسبة 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام الفين وواحد وعشرين ذكرت الإدارة في بيانها أن هذه أكبر زيادة لهذا المؤشر منذ نوفمبر من عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين حيث ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة نصف في المئة من جانبها أرجعت الإدارة أسباب صعود التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بالإضافة إلى الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية تبطأ نشاط المصانع في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في يوليو وسط علامات على انحصار في اقتناقات سلاسل التوريد حيث هبط مؤشر قياس الأسعار التي تدفعها المصانع للمدخلات إلى أدنى مستوى في عامين مما يشير إلى أن التضخم ربما وصل إلى ذروة مؤشر التضخم في الأسواق الأمريكية يبدو أنه بلغ ذروته مع تباطئ نشاط المصانع بوتيرة متوضعة في يوليو الماضي في الوقت نفسه هبط مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع الأمريكية للمدخلات إلى أدنى مستوى في عامين وسط علامات على انحصار في اقتناقات سلاسل التوريد العالمية معهد إدارة المعروض بالولايات المتحدة أوضح أن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم تراجع إلى 52.8 نقطة الشهر الماضي وهي أدنى قراءة منذ يونيو من عام 2020 عندما كان القطاع ينتشل نفسه من ركود أثرته جائحة كورونا وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الصناعات التحولية الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي ومع بروز أهمية الطاقة لعمل المصانع الأمريكية أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت إلى 469.9 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ مايو من عام 1985 وفي مارس الماضي حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لسحب مليون برميل يوميا على مدار 6 أشهر من الاحتياطي البترولي للتصدي لزيادات في أسعار الوقود أسهمت في صعود حاد للتضخم وفقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها العدفية بقيمة 181.5 مليون يورو لدعم الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر القطاعات الصناعية المختلفة بسبب تضرورها من الأزمة الأوكرانية وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمة المؤقتة بموجب هذا الإجراء ستتخذ المساعدة شكل ضمانات على القروض وعقود إيجار جديدة وقروض مدعومة وستكون متاحة أمام الشركات عبر القطاعات المختلفة باستثناء المؤسسات المالية والإتمانية أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن أسعار المواد الغذائية في العالم لسيما في الدول النامية تشهد ارتفاع غير مسبوقة في ظل الأزمة الأوكرانية وأضفت صحيفة البريطانية أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن مستويات التضخم تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العديد من الدول الغنية ووصلت معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية في بعض دول العالم في يونيو الماضي إلى 155% بينما ارتفعت في دول أخرى لتصل إلى 255% بينما بلغت ذروتها في دول عديدة لتصل إلى 332% حفظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سياسة التجديد النقضي التي تتبعها أغلب البنوك المركزية حول العالم حيث كشف مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه عن قراره برفع الفائدة لأعلى مستوى في 6 سنوات وتحديدا منذ مايو 2016 كما شهد الاجتماع تعديل السياسة النقضية للإحتياطي الأسترالي برفع سعر أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهر يوم السبت الماضي بغارة أمريكية قال بايدن في خطاب للشعب الأمريكي أن الظواهر كان زعيما قاعدة ومساعد أسامة بن لادن وهو متورط في التخطيط لهجمات 11 من سبتمبر وقتل قرابة 3000 شخص وأخطط للكثير من الهجمات على الأمريكيين والمصالح الأمريكية هذا وقال مسؤولون أمريكي إن استهداف الظواهر تم عن طريق صواريخ هيلفاير تم إطلاقها من طائرة مسيرة هذا وقال مسؤولون الأمريكي ومساعدتنا لتنظيم القاعدة لتنظيم القاعدة لتنظيم القاعدة لتنظيم القاعدة ترجمة نانسي قنقر قدرت شركة تأمين سويسرية خسائر العالم الاقتصادية بسبب الكوارث الطبعية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 72 مليار دولار وقالت الشركة إن أسار تغير المناخ تتمثل في ظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد مثل الفيضانات غير المسبوقة في استراليا وجنوب إفريقيا تواجه دول أوروبية موجة جفاف غير مسبوقة وذلك بعد أيام من موجة حر استثنائية في الكثير من الأنحاء هذا وقد أعلنت خدمة الأرصاد الجوية في فرنسا أن شهر يوليو الماضي كان ثاني أكثر الشهور جفافاً في تاريخ البلاد موجة غير مسبوقة من الجفاف تضرب دول أوروبية عدة بعد أيام من موجة حر استثنائية خدمة الأرصاد الجوية في فرنسا أعلنت أن شهر يوليو الماضي كان ثاني أكثر الأشهر جفافاً في تاريخ البلاد على الإطلاق منذ بدء القياس في عام 1958 وفي بريطانيا كان الشهر الماضي أكثر الأشهر جفافاً على الإطلاق جنوبي البلاد بعد عدة أشهر من تدني هطول الأمطار وفق الأرقام الصادرة عن خدمات الطقس مما دفع إلى فرض أول قيود محلية على استهلاك المياه وعلى غرار العديد من الدول الأوروبية تعرضت بريطانيا لضغط جوي حاد الشهر الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية للمرة الأولى وأشار مكتب الأرصاد الجوية البريطانية إلى أن متوسط هطول الأمطار بلغ 56% فقط وهو أدنى مستوى منذ عام 1999 وبالرغم من ذلك امتنعت وكالة البيئة حتى الآن عن أعلان حالة الجفاف وحذرت من أنها قد تضطر إلى ذلك مما يعني فرض قيود على استهلاك المياه وطلبت من البريطانيين تقليل استهلاكهم وفي إسبانيا وبعد هدنة قصيرة في نهاية يوليو عودت درجات الحرارة ارتفاعها إلى ما فوق 40 درجة مئوية بينما تخشى البلاد موجة حر ستكون ثالثة في غضون شهرين فقط سجلت درجة الحرارة كذلك في اليابان اليوم 40 درجة مئوية فيما حذرت وكالة الأرصاد الجوية من الأمراض المرتبطة بالحرارة وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأن الحكومة أصدرت انذارا يغطي مناطق واسعة من شرق البلاد إلى غربها وطلبت المواطنين بشرب الماء وتجنب الخروب لمنع الإجهاد بسبب الحرارة المرتفعة حذر المعهد التشيكي للأرصاد الجوية من موجة تقص حار ستشهدها البلاد غدا فيما طالبت السلطات المواطنين بالبقاء بعيدا عن أشعة الشمس وزيادة تناول السوائل وتقليل استهلاك الكحل ذكر راديو براغ الدولي أنه من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة 31 درجة مئوية في معظم مناطق البلاد فيما أصدرت السلطات تحذيرا من خطر إمكانية نشوب حرائق بسبب الحرارة المرتفعة قال حاكم ولاية كنتاك الأمريكية إنما لا يقل عن 37 شخص من بينهم أربعة أطفال لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شرق الولاية ووصلت السلطات العمل في إنقاذ السكان وتوفير الطعام والمأوى لألف النزحين وهذه الفيضانات هي ثاني كارثة كبيرة في كنتاكي في سبعة أشهر وذلك بعد حدوث عدد كبير من الأعصير أودت بحياة قرابة 80 شخص في الجزء الغربي من الولاية في ديسمبر أعلنت الشرطة الأغندية ارتفاع حصيلة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد إلى 22 قتيلاً وعشرة جرحة فاض نهران إثر أمطار غزيرة تسببت بفيضانات محيلة مما أدى إلى أضرار جسيمة وأرغم مئات السكان على مغادرة منازلهم وأوسط السلطات السكان بالانتقال إلى مناطق آمنة أكثر حيث لا تزال الأمطار تتساقط على مبالية التي تقع على مسافة 300 كيلو متر تقريباً نحو شمال شرق العاصمة كامبالا استكمالاً لمتابعة مشروعات حياة كريمة شهدت محافظة البحيرة وضع لمسات الأخيرة في أكثر من مشروع بمختلف القطاعات من أبرز المشروعات التي تم إنجازها مشروع مجمع خدمات المواطنين بقرية أفلاقة الذي يتضم الشهر العقاري والسجيل المدني ومكتب التموين والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بالإضافة لمجمع الخدمات الزراعية خلال الفترة المقبلة سيتم تسليم مشروعات النقطة الإسعاف والوحدة الصحية والمركز الطبي ووصلات المياه ومشروع كتابي والتي تخطط نسبة الإنجاز فيها 70% حتى الآن وفي محافظة الأقصر تابع فريق مبادرة حياة كريمة المشروعات التي تتم على أرض الواقع لخدمة الأهالي في مركز إسنا ومركز أرمانت حيث تجرى التشطيبات النهائية لأكثر من مشروع وتضم هذه المشروعات مركز الشباب ونقطة الإسعاف ومجمع الخدمات ومحطة رفع الصرف الصحية بقرية أريانية بالإضافة لمشروعات عمارات سكن كريم بقرية الأزيقات التي تصل إلى 27 عمارة سكنية أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا بعنوان قطاع الطاقة يستعد لتغيرات جذرية تزامنا مع تغير المناخ السياسي والتحالفات الدولية وصلت التقرير ضوء أعلى توقعات المؤسسات الدولية بأن يواجه العالم خطر حدوث أزمة الطاقة كما يستعرض التقرير التوقعات العالمية تبع عودة الطاقة النووية إلى المشهد العالمي في ظل احتدام الأزمة الحالية أشار التقرير إلى نقص الاستثمار في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية حيث بلغ الاستثمار في قطاع النفط والغاز 341 مليار دولار فقط في عام 2021 أي أقل بنسبة تبلغ 23% من مستوى ما قبل كورونا والبالغ 525 مليار دولار وأقل بكثير من ذروة الأخيرة في عام 2014 والتي بلغت 700 مليار دولار وفقا لمؤسسة الطاقة الدولية عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعين لمتابعة موقف مشروعات تأهيل التراع والمصاقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية تستهدف الوزارة تأهيل المصاقي بأطوال تبلغ 500 كيلو متر بمحافظة القليوبية وتم تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل 250 كيلو مترا من المصاقي وفيما يتعلق بمشروعات تحول لنظم الري الحديث أوضحت الوزارة أنها تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان وتم الانتهاء من 990 فدانا وأن أكثر من 24 ألف منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات تحول للري الحديث شهدت النسخة الخامسة من معرض الكتاب ببور سعيد الاحتفاء بالفنان الراحل محمود ياسين وذلك من خلال ندوة للحديث عن النجم الراحل وحياته أقيمت الندوة بحضور عدد من أفراد أسرة الفنان الراحل محمود ياسين الذين أكدوا سعادتهم بالحدث ويستمر المعرض على مدار عشرة أيام بمشاركة أكثر من 60 عارضا بالإضافة إلى الفعليات الثقافية والفنية التي يضمها المعرض تعيد أن مدينة بور سعيد دائما مدينة حية وناشطة ولها بصمات فنية مهمة ولها دور فني مهم ويمكن من أسباب اللي خلت حدزة لأستاذ محمود ياسين فنان هي مدينة بور سعيد يعني حبه لبور سعيد مش جاء من فراغ لأن هي مدينة مدينة يعني أنا باعتبارها إحدى عواصم الفن في وطننا العربي وطول عمرها مهتمة بفنه أيدا جدا أن بور سعيد دائما بتحتفي بي ودي مدينته وهو بيحبها طول عمره وكانت أغلى حاجة عنده وكان بيفرح قوي لما بيجي يزورها فكنت دائما بحس أن هو فعلا موجوده هنا ومجيء هنا شيء وأي حتة بروحه في حتة في العالم عنده شيء أهم مدينة بالنسبة له مسقط رأسه أكتر ما كان بيحبه ومرتبه جدا كريم الأستاذ محمود ياسين هو ابن بور سعيد البار المحب بور سعيد وبور سعيد نفسها بتبدله نفس الحب ونفس التأدير ونفس الاعترام ووجوده في كمان ندوة مهمة جدا في معرض الكتاب ده شيء مهم جدا وشيء يساعدنا كلنا محمود ياسين ده رمز من رموز بور سعيد كلنا بنحبه كلنا متمسكين به أقل حاجة أن احنا نقول عائلته كلها أن احنا فكرينه ومحمود ياسين اتعمله تمثال في المركز الثقافي وشارع من شوارع بور سعيد فيش تكريمي أو فيه قدر الفنان القدير الراحل محمود ياسين بس احنا كاولاد بلده يعني نتمنى ان احنا نعمله حاجة كتخليدا لذكراء او ان هي تحسسنا احنا بالرضا كلنا سعاداء جدا بتكريم الفنان واحنا شرفاء ان هو من بور سعيد اصلا نشرف بده وفعلا يستحق اكتر من كده بكتير وان اهله يتكرموا هنا قليل عليهم جدا جدا لان هو عمل كتير لمصر كلها والبور سعيد انطلقت الدورة الخامسة لمعرض الكتاب في محافظة بور سعيد والذي يتواصل على مدار اكثر من عشرة ايام بمشاركة اكثر من ستين عارضا يشهد هذا المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب تنظيم العديد من الندوات الادبية والشعرية لفنانين من كافة المحافظات والتي من المتوقع ان تجذب الكثير من الزور وسط اقبال جماهيري كبير انطلقت الدورة الخامسة لمعرض الكتاب في محافظة بور سعيد والذي يتواصل على مدار اكثر من عشرة ايام بمشاركة اكثر من ستين عارضا نهاية الكتاب تحس ان فيه تقدم واقبال غير عادي سنة عن سنة بدأت ان نهاية الكتاب بدأت في البداية بحاجة وثلاثين درنش ثم وصلت لخمسين درنش ثم حاليا نهاية وصلت لفوق الستين الحمد لله احنا بدئينه من يوم تمانية وعشرين سبعة وحيفضل معنا لغاية ان شاء الله يوم ستة تمانية يشهد المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب تنظيم العديد من الندوات الادبية والشعرية لفنانين من كافة المحافظات والتي من المتوقع ان تجذب الكثير من الزوار المعرض السنة دي في زيادة عن السنة الماضية بوجود جناح او نشاط للاطفال هذا النشاط متنوع في تناول ما بين قامة ورش الورش دي بتنمي مواهب الاطفال الصفار وكذلك بعض الفعاليات التي يأتي اليها كتاب الاعمال الخاصة بالطفل استقدمناهم من برسعيد ومن القاهرة ومن عدة اماكن داخل الكمورية تحية لكم من جديد عقدت اللجنة المصرية اليابانية اجتماعها الثاني بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف ترويجي للاستثمار وخلال الاجتماع اكد رئيس الهيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب ان الهيئة تكسف جهودها لجزب الاستثمارات اليابانية وذلك لما لها من قيمة مضافة وفوائد تنموية للاقتصاد المصري واشار كذلك الى ان الهيئة نجحت في جزب العديد من المستثمرين اليابانيين الجدد الى مصر كما نجحت في تشجيع الشركات اليابانية العاملة في مصر بالتوسع في السوق المصرية واشار كذلك رئيس هيئة الاستثمار الى ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير سياسات جديدة لجزب الاستثمار الاجنبي المباشر اعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق اسامة ربيع ان احصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو الماضي سجلت ارقاما قياسية جديدة محقيقة اعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة واعلى حمول صافية شهرية وقدرها 125.1 مليون طن منعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل اعلى اراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار اوضح رئيس الهيئة ان حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو شهدت عبور 2133 سفن من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة وبنسبة زيادة قدرها 25.9% للمزيد من المتابعة ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور وليد جابالا الخبير الاقتصادي دكتور وليد بداية تحية لك القناة تسجل اعلى اراد شهري في تاريخها بقيمة 704 ملايين دولار قراءتك لذلك اهلا وسلم بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبالتأكيد هذه النتائج الجيدة لا تعتبر مفاجأة بالنسبة للمتخصصين على اعتبار انها لم تأتي بصورة تلقائية ولكنها اتت بعد تخطيط وجهد واستثمارتها الى تم ضخها في هذا المرفق الاستراتيجي والمهم للدولة المصرية والعالم بالكامل مصر قامت بمشروعها القومي بازدواج قناة السويس وبتطوير المجرى الملاحي وكنا وكنا لدراسات الجدوى بالفعل كنا ننتظر هذا التحسن بالعكس كنا ننتظره في وقت اسرع من ذلك لكن تدعيات كورونا وتوقف حركة الملاحة العالمية اثرت بالتالي نحن نحصد ما زرعناه بالامس من تطوير المجرى الملاحي ومن مساهمة المصريين في تطوير هذا القناة في هذه القناة بعد قرار كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بازدواج المجرى الملاحي في المقابل هذه النتائج الجيدة هي النتيجة جهد من العاملين في القناة تابعنا خلال ازمة السفينة ايفر جيفن ان المرور في القناة ليس مجرد مرور ولكنه يرتبط بتطوير المجرى الملاحي قناة السويس قامت بالفعل بالتعاقد على احضر المعدات التي تساعدها على تطوير المجرى الملاحي وتساعدها على مساعدة السفن في المرور بثلاثة ويسر على الجانب التجاري قناة السويس تمتلك فريق على اعلى مستوى بيحدد الفئات السعرية للمرور نجد أحيانا القناة بتخفض من الأسعار العدد لنوعيات من السفن ترفع الأسعار العبور لنوعيات أخرى في أوقات معينة بالتالي فإنها لديها من البعقات السعرية التي تناسب كافة السفن وكافة التوكيلات حتى على سبيل المزاع تابعنا في أزمة السفينة إفر جيفن عندما حدثت المشكلة ما بين القناة والتوكيل الملاحي الكبير كان هناك حرص أن يتم إنهاء هذا الأمر بأسلوب ودي حتى يعبر عن أن القناة بتتفاهم ولديها تفاهمات ولديها مرودة مع التوكيلات الملاحية الكبرى بالتالي فإن تحقيق هذه النتائج الجيدة أدت بعد ظهر كبير قامت به الدولة المصرية وأتوقع أن هذه النتائج الجيدة تثير في مطار تصاعدي لأرقام أفضل من ذلك بكثير بصورة تدريجية خلال الفترة القادمة بإذن الله دكتور وليد سؤالي عن بعض الأرقام التي وردت في الخبر السابق أن رئيس الهيئة أوضح أن حرجت الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو تحديدا شهدت عبور 2103 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة قراءتك لهذه الزيادة وهذا الفارق يعني إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام بشكل خاص بالتأكيد الأرقام حضرتك ذكرتها ولكن تبرير هذه الأرقام وتفسيرها أن نفس القترة من العامل الماضي كانت لازلت هناك تأثر بتداعيات كورونا ولازل الجهاز الإنتاج في العالم بيتعافى اليوم ورغم تداعيات الحرب الأوكرانية إلا أن حجم التدارة في العالم بيرتفع فضلا عن أن القناة جاهزة ومستعدة لعبور هذه الأوزان وهذه الأعداد من السفن بل بالعكس هي مؤهلة لما هو أكثر من ذلك أنوه على أمر آخر وهو ارتفاع أسعار المنورة التي كانت رفعتها قناة السويس بعد أن قامت بإلغاء مجموعة من التخفيضات التي خفضتها خلال تداعيات كورونا بالتالي فإن السياسة السعرية التي تناسب حركة الملاحة العالمية التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة وكانت قناة السويس مستعدة لهذا النمو في حركة التجارة العالمية هم الأساس لتحقيق هذه النتائج الليجابية أشكرك جزيل الشكر دكتور وليد جاب الله الخبير لاقتصادي شكرا جزيلا على هذه المشاركة نقشت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولية السادس للبترول إيجبس 2023 في اجتماعها الأول برئاسة وزير البترول طارق الملة نضمت التجهيزات الجارية لتنظيم هذا الحدث السنوي المقرر إقامته في فبراير القادم بالقاهرة كما تم سعرد أهم محاور المؤتمر الذي يركز على موضوعات للصناعة تواكب المتغيرات العالمية الحالية المؤثرة على قطاع الطاقة ومن المتوقع أن يشهد الحدث في نسخة السادسة حضور أكثر من 32 ألف مشارك و11 وزيرا للبترول والطاقة و7 أمناء عموم للمنظمات الدولية للطاقة و14 رئيسا لشركة عالمية كبرى كما سيشهد المعرض المصاحب مشاركة متوقعة من أكثر من 500 عارض و15 دولة أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة داخليا وتلبية كافة احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بالدول الأفريقية والعربية وذلك وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية وأضاف التراس أن مجالات التعاون تتضمن تدريب الكوادر البشرية الفنية والتخصصية في أكاديمية العربية للتصنيع ووحداتها ومراكز التدريب التابعة لها بالإضافة إلى إمكانية عمل منح دراسي للدارسين الأفريق وإلى البورصة المصرية حيث أنهت أسواق المال تعملات جلسة اليوم بارتفاع جمعي للمؤشرات تم دومة بعملية شراء من المتعملين المصريين وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة فاصل 20% كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة فاصل 83% وصعد مؤشر إي جي أكس 100 بنسبة فاصل 97% للمزيد من المتابعة حول حركة سوق المال تنضم إلينا عبر الهاتف الخبيرة أسواق المال الأستاذ حنان أستاذ حنان كيف تقيمين أداء البورصة المصرية اليوم والاتجاه السعودية أهلا وسهلا يا فندم طبعا واضح جيدا النهاردة المؤشرات كانت في أول الجلسة كانت على تباين المؤشر 30 كان في المنطقة الحمراء بسبب اختبارة نقطة 900 نقطة ولكن في المنتصف الجلسة يبقى فيه نوع من دخل سيولة المؤسسية فده دعم أداء المؤشر 30 وخلاه ينهي الجلسة في المنطقة الخضراء طبعا المؤشرات الفرعية المؤشر 100 كان على ثبات المؤشر 70 كان على ارتفاع ومستمر في الأداء الإيجابي بسبب تمام الأفراد بتكوين مراكب شرائية في العديد من الأسهم المتواجدة في المؤشر 70 لأنها طبعا الأسهم منخفض الترقيمة ومتعددة القطاعات إلى جانب أن في العديد من الأسهم في عليها أراضي استحوازات من إما من مستثمرين عرب أو مستثمرين مرط سيادية أو بحصص لمستثمرين دخل السوق المرط طبعا الأخبار الإيجابية وحالة التفاؤل أثرت على قيمة دولاتها تبقى يعني أعلى من معادلاتها اللي كانت في الفترة اللي فاتت إحنا بنوصل للمليار جنيه وشايفين كمان أن فيه إمكانية أن الأسهم فيها ارتفاع أكبر لأن ما زالت برضو أسعارها متدنية وما وصلتش إلى ارتفاعات عالية جدا هو على الرغم من أنها محققة أرباح في بعض الأسهم جيدة ولكن لسه فيها قدرة أن هي تستمر في حركة الارتفاع وحركة الصعود مدعومة بالسيولة المؤسسية وتعليم السيولة ما بين المؤشرات ما هي القطعات الأكثر حزوة في قيادة السوق في الجلسات الخاصة بالأسبوع القادم؟ شوفنا النهاردة يعني قطاع البنوك عمل أداء قوي في قطاع العقارات عليها أخبار إيجابية جيدة في قطاع الاستثمار عليه مجموعة من الاستحوازات إلى جانب قطاع العقارات نحن شايفين أن القطاعات في تحركات مستمرة في قطاعات بس تتأخر مركزها بعدما كانت تتصدر المشهد زي الرعاية الصحية والأدوية ولكن تبادل الأدوار ما بين القطاعات نابع من رغبات المستثمرين ومن عرض الاستحواز اللي داخلها للسوق المصري بتدعم السيولة وتدعم كمان تدفقات النقد الأجنبي نعم الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال شكرا لك تراجعت الأسهم الأوروبية بعد أن عززت تبيانات مصانع عالمية ضعيفة مخوفة من تباطئ اقتصادي في حين سادت توتر الأسواق قبل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المرتقبة لتايوان وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 6 من 10% واتلقى قطاع الطاقة الأوروبي دعما من نتائج قوية لشركة بي بي النفطية المدرجة في لندن التي صعد سهمها بنسبة 3.1% بعد إعلان الشركة أن أرباحها في الربع الثاني من العام فاقت التوقعات تحول اليوم ذكرى وفاة العالم الكبير أحمد زويل الذي رحل عن عالمين عام 2016 عن عمر ناهز سبعين عاما خلد العالم الراحل زويل اسمه بعلم وإنجازات كبيرة وما زال لها الأثر حتى الآن وحصل كذلك على جائزة نوبالا في عام 1999 لأبحاثه في مجال كيمياء الفينتوساني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلنا إلى ختم مشرتنا ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء تنفيذ لتوجهة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي مدبولي يؤكد أهمية توفير الرعاية الطبية لازمة للمواطنين ورفع المعاناة عن المرضى وذويهم مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي بعد ساعات من أداء الحكومة الجديدة اليمينة الدستورية بكين تحذر واشنطن من زيارة بيلوسيا المحتملة لطايوان وتتأهب عسكريا وروسيا تعلن التضامن مع الصين ختم نشرة السلسة أتتكم من على شاشة التلفزيون النصر تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة